كانوا أطفالي إباتهم بلا عشاء يعني يروي هذا الشاب تفاصيل عن شبكات السماسرة والتي يحصلون بها على هذه الأعضاء البشرية فإحنا بالنسبة لأنه طبقة مسعوقة جدا يعني نشتغل عماله ما عندنا غير هذا الأمر ومن صارت الأحداث خلاص ما ضل عندنا فلوس فما كان عندي غير هذا الطريق اللي هو طريق خطأ يعني يعتبره بس ما عندي غير هذا الحال طلب المحافظة على سرية الموضوع مع من يأخذون من هذه الأعضاء البشرية فنادق يقعدون أو يقعدون قرب أماكن معينة طبية طبعا تجار أعضاء أكيد موجودين سماسرة في هذا الموضوع أيضا بالتأكيد موجودين ممنوع من عنبات أنه أنا أتكلم بهذا الموضوع وأقوله أنه موضوع بيع كيلة لذلك راح نكون مع الزميل محمود الجماس من الموصل ولقاء مع هذا الشخص خلونا نشوف كان الوضع الاقتصادي خصوصا لي والعائلتي كان كلش صعب ما قدرنا بصراحة حتى كانوا أطفالي إباتوا مبلع على شيء فما موظفاني وأشتغل في قطاع خاص مع جهات أبو محل كان هو يشغني أبو المحل أيضا محله مضرور فما عندي أي غاية وما عندي أي طريقة أنه مثلا أعيش بها أهلي فكرت الجيران القرائب كلهم نفس الوضعية الوضع كان كلش متأزم بذيك الفترة فبصراحة كل الأمور انسدت بوجهي ما عندي وأنا رجل متزوج وعندي أطفال والشغل ماك وما موجود رحت على شخص تكلمت معه هو يعمل في مجال المواد الطبية وهذه الأمور قال أكو ناس يشتغلون أكو سماسرة يشتغلون أكو مكاناتهم المخصصة فنادق يقعدون أو يقعدون قرب أماكن معينة طبية فرحت بحثت عن اسم معين وهذا الاسم دلاني على اسم آخر لازم يكون أكو شخص يكون وصيد ما بينك وما بين السمسار حتى يصير أكو ثقة من بعد ذلك يبدي يسأل عن الصحة الحالة الصحية لجسمك يعني خلي نقول أنه راح يكون أكو بعدها لجان ويحذر من موضوع أنه ماكو شي اسمه سمسار أو ماكو شي اسمه بيعك لهو تبرع تبرع للكيلية لأنه يقول لي أنه هذا الموضوع نحن نتحاسب عليه كله يقول لي أنا أخذ خمس إلى أربع ملايين ومن بعد ذلك أنا أسلمك لجهات المعنية وأسعى لك بهذا الموضوع طبعا بعد ما نتفق على السعر المعين ما بين اللجنة الطبية عفو ما بين الشخص الذي يشتري يحيلوني إلى لجنة طبية والأمر يعني رسمي مستشفيات ولجان أمنية لكن الموضوع كله يعتبر تبرع ما يعتبر بيع ممنوع من عن باتا أنه أنا أتكلم بهذا الموضوع وأقوله أنه هو موضوع بيع كيلة لا هو تبرع للكيلة ثلاث لجان موجودة لجان صحية لجنة تكشف عن الحالة النفسية ولجنة تكشف عن التدقيق الأمني وهذه الأمور وسبب بيع الكيلة فأكو الشخص هو سمسار يعني يربط معه يدليني على طريقة للكلام مع هاي اللجان وبنفس الوقت يبقى بعيد يبقى بعيد يبقى بالتريفون ويحذف يعني حتى مرات يحذف يعني يقل يحذف الرقم والتريفون ورمانة خابر دائما يكون هذا الشخص حذر جدا من هذا الموضوع فالليجان تكون رسمية وكل الأمور تكون رسمية لكن بعض الأمور وصادفة أحد الأشخاص حذرني أيضا هو شخص باع كيلة يعني حذرني أنه ممكن أنه ما يطابق الدم أو ما يطابق مثلا الحالة الصحية فبالتالي اللجنة راح تأخذ الفلوس يعني راح تأخذ الفلوس مال والفحص الفحص صحيح اي نعم هاي أنا أتكفل بها من ضمن أجور الكيلة يعني من أجور شخصي فمن أروح أدفع هاي الفلوس إذا طلع الأمر غير مطابق أنا راح أتحمل كل هاي التكاليف والسمسار يخفو الخطة ويروح ما من الممكن أنه أنا أقتنع بهذا الموضوع لكن ضرورة أحكام عكومة مهمشة يعني مهمشة الطبقة البسيطة أو طبقة الفقيرة رواتب الرعاية أصبحت لي يعني نقدر نقول فقط للعرف والأصحاب اللي عندهم عرف مع الجهات الحكومية فإحنا بالنسبة لأنه طبقة مسحوقة جدا يعني نشتغل عمالة ما عندنا غير هذا الأمر ومن صارت الأحداث خلاص ما ضل عندنا فلوس فما كان عندي غير هذا الطريق اللي هو طريق خطأ يعني أعتبره نسمع جغير هذا الحال